كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الآثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية وحرصا على التكاتف والتنصيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة وأضف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدورة الحيوية لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتدد طلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة